بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة هذا التعليقي على إطلاق الصاروخ الصيني الجديد الذي تم إطلاقه قبل أيام صاروخ لونج مارش بي فايف وضعت الصين كل ثقلها في هذا الصاروخ هناك مئات العلماء والباحثين أشرفوا على إطلاقه والآن ظل طريقه في الفضاء لم تستطع القوى العالمية وحتى وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة ناسا أن يتنبأوا متى سيسقط الصاروخ على الأرض ولكن أنا حسب ما قرأت أيها الأحبة أحب أن أطمئن الجميع أن هذا الصاروخ غالبا وبنسبة كبيرة جدا سيسقط في البحر لأن الكرة الأرضية تتألف من واحد وسبعين بالمئة ماء وهناك الصحارة وهناك غابات يعني نسبة الأماكن المأهولة قليلة جدا فاحتمال سقوطه في منطق مأهولة ضئيل جدا ولكن على الرغم من ذلك إذا سقط سيحدث دمارا هائلا وربما يقتل المئات بل الآلاف يجب أن نكون مواقعيين أنا أحببت أيها الأحبة أن أتأمل معكم ماذا يقول الملحدون اليوم عن آية عظيمة في القرآن ربما نحن اليوم بدأنا نشعر بها ربما اليوم بدأنا نفهم معنى هذه الآية الله تبارك وتعالى يقول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم انظروا أيها الأحبة من حولنا أحبة في الله يوجد مليارات النيازك المتوضعة في مدارات حول الأرض وهناك نيازك وكويكبات تبلغ يعني يبلغ وزنها وقطرها أضعاف مضاعفة مما علي هذا الصاروخ على الرغم من ذلك تأتي وتقترب من الأرض وتبتعد عنها ولا تدخل الغلاف الجوي لأنها لو دخلت لأحدثت دمارا هائلا أيها الأحبة يصرفها الله برحمته حتى الآن العلماء يقولون لماذا معظم النيازك تنزل على الأرض وتخترق الأرض ولكن تسقط في مناطق غير مأهولة لا يعلمون السبب حتى الآن أيها الأحبة ولكن نحن نعلم الجواب إن الله بالناس لرؤوف رحيم هذا الصاروخ أيها الأحبة لا يستطيع العلماء اليوم أن يتنبأ أين سيسقط يتوقعون أنه سيسقط خلال يومين أو ثلاثة أيام ولكن لا يعلمون كيف سيسقط وفي أي منطقة بسبب سرعته الهائلة وبسبب أن كل التكنولوجيا التي يملكها البشر الآن عاجزة عن مجرد التنبؤ بهذا الصاروخ سبحان الله انظروا كم البشر ضعفاء أحبتي في الله هذه الأرض التي نعيش عليها أنا أود أن أتذكر معكم شيئا بسيطا هذه الأرض مجهزة بغلاف جوي بقي مليارات السنين يحفظ هذه الأرض ومجهزة بمجال مغناطيسي قوي جدا يمتد لأكثر من 60 ألف كيلومتر يحفظ الأرض من شر الرياح الشمسية القاتلة ومن شر الأجسام أو الجسيمات الكونية الدقيقة جدا وأشعة جامة وغير ذلك والتي لو وصلت إلى الأرض لدمرت الحياة على الأرض سبحان الله آلاف من الكويكبات والحجارة هناك آلاف الأطمان تنزل على الأرض كل عام منها بحجم ذرة الرمل أو أكبر أو أصغر ولا نشعر بها هذا من رحمة الله بالله عليكم أيها الأحبة أنا أود أن أطرح سؤالا على أولئك الملحدين والعلمانيين الذين يدعون أنهم امتلكوا ناصية العلم وينتقدون هذه الآية الكريمة يقولون كيف يمكن للسماء أن تقع على الأرض انظروا أيها الأحبة العلماء اليوم يقررون حقيقة كونية تقول بأن هناك آلاف الوسائل لحماية الأرض جهزت بها الأرض قبل خلقها هناك طبقات ودرع مغناطيسي قوي وهناك درع غير مرئي حول الأرض ليحفظ الأرض المسافة بين الأرض والشمس دقيقة جدا يقولون لقد وضعت الأرض في المدار الدقيق حول الشمس ولو ابتعدت قليلا أو اقتربت قليلا لانتهت الحياة على ظهرها تصوروا أيها الأحبة لو أن القمر ضل طريقه ما الذي سيحدث؟ تصوروا لو أن القمر اصطدم بالأرض ما الذي سيحدث؟ مضى أربعة مليارات سنة وأكثر والقمر يدور في مداره لا يحيد ولا مليمتر عن المدار المرسوم له تصوروا لو أن هذه الأرض التي نعيش عليها انفلتت من مسارها وظلت طريقها في الفضاء من يمسكها أيها الأحبة؟ لذلك هنا ينبغي أن نفهم هذه الآية الكريمة ويمسك السماء ويمسك السماء كيف يمسك الله هذه السماء؟ هناك قوانين فيزيائية دقيقة جدا أيها الأحبة تلتزم بها الشمس والقمر والأرض والنجوم والمجرات تصوروا أن مجرتنا فيها أكثر من 200 مليار نجم في مجرتنا فقط كلها تتماسك وتدور بنظام شديد الدقة لا ينفلت منها ولا نجم واحد تصوروا أن الكون مضى عليه أكثر من 13 مليار سنة وفيه أكثر من 100 ألف مليون مجرة كلها تدور وتتحرك بنظام مبهر لم يحدث أي خلل منذ خلق الكون حتى الآن بالله عليكم هل هذه مصادفات؟ أنا أخاطب البشر العقلاء إذا كنتم اليوم بكل هذه التكنولوجيا لا تستطيعون السيطرة على صاروخ يزن 20 طن أو 30 طن 20 أو 21 طن وأقل من 30 متر يعني لا يساوي شيئاً بقياسة للأبعاد الكونية على الرغم من ذلك كل هذه التكنولوجيا وهو قريب مننا على فكرة يعني على الرغم من ذلك العلماء عاجزون تماماً عن السيطرة عليه فمن الذي يسيطر على هذا الكون ويمسك بهذا الكون ويحفظ هذا الكون لكي لا تصطدم أجزاء من السماء مثل القمر مثل النيازك مثل الحجارة النيازكية الموجودة بكثرة في الكون لا يأتي مثلاً ثقب أسود ويبتلى الأرض كل هذا أيها الأحبة من يمسكه إنه الله تعالى القائل ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من هذه الشرور ونتذكر أيضاً هذه الآية نختم بها أحبة في الله وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته